ندي كده couple of minutes couple of minutes بالزبط ونبتدي على طول ندي فرصة لزميالكم اللي ما دخلوش يدخلوا أوكي وسامة مبارح بعاتلي كل المصادر بتاعتكم يعني المفروض ان هي دي اللي عليكم في واندرايف وانا بصيت عليها كلها اللي فهمتوا انه يعني تم اعفاقكم من كذا موضوع وشيدخلوا معاكو في الفاينال طبعا طبقا اللي انتو قلتوك أوكي انه دكتورة حنان انشالت من عليكم بردن بتاع التيتانس ووبازيتي ونيوتفاشنل اساسمت صحي كده عثمان تمام خلص تمام وانت بعطتلي الفايلز انا بصيت عليها كلها هنعمل دلوقتي مراجعة ونركز في طبعا الحاجات اللي مهمة اللي بنقول عليها واللي موجود عندكم على هو ده اللي مفروض بإذن الله تذكروا كل الفايلات دي كويس وتبقوا هضمينها بإذن الله طيب نبتدي بإي أولاد اللي انتو عايزين حاط طيب هنعمل وهبتدي أشوف كده أنا هعمل عندنا فور فولدرز واضح انه يا دكتورة اسمع مدرسة الكوش مدرسات تمام طيب نبتدي ب زي ما انتو عايزين بدكتور حنان تمام نشوف بقى إلا عليكم أنا شايفة هو قدامي عندنا آيودين breastfeeding iron deficiency nutrition in elderly and vitamins أوكي طيب خليني أخدهم كده ايه بالترتيب نفتح الآيودين ونبص على الآيودين ونعمل فوكس كده على الpoints المهمة اللي في yes آيودين deficiency حاضر بسأنا شايفة وسامة انت برضو ايه يعني معرفش هالدكتور حنان شرحت لكم 74 سلايد كلهم ولا في حاجات دور آه يعني الموضوع قل له عليكم هنا تمام أوكي طيب بص يا ولاد بالنسبة للآيودين خلينا نقول بقى أكيد أوكي طيب آيودين آه الآيودين زي ما انتم عافين انتم عندكم في الترمة ده حتى اسم المادة بتاخدوا فيها نيوتريشن وبالتالي بتاخدوا فيها الآيتمز أو الآيتاتيك آيتمز اللي مفروض أي إنسان بياخدها في الأكل بتاعه وبنشوف وبنشوف لو حصل ديفيشنسي هيجرأ إيه كسيمتوم أو كأمراض فنشوف بنبص على الآيودين مع بعض فالكلمة بقى بريف هستوي آيودين مش مشكلة بقى أنه سنت كام ومن اللي اكتشف والحاجات دي كلها أوكي خلينا على طول كده معناها health consequences أو health diseases resulting from inadequate intake of آيودين كمام حلو بعد كده يؤدي الديفيشنسي ده إلى problems كتيرة لو الست حامل يبقى بداياتا من الأبورشن and still بيروس up to يتولي البيبي عنده mental and physical retardation and deafness وبنسمي كل ده آيودين ديفيشنسي disorders أوكي فاين بعد كده recent history ما فيش أوكي طيب prevention day of آيودين كل 21 أكتوبر العالمي للوقاية من آيودين كل ده عادي نروح على على طول هو introduction هنا بقى مهم نعرف أن آيودين يعتبر constituent of thyroid hormones يبقى لما نقول مثلا one of the following one of the following dietetic items بيتخل في تكوين الهرمون أن لقي آيودين هو الإقابة لأن آيودين is constituent of thyroid hormones أهم رول بتاعه physical and mental development مهمة الحتة دي آيودين is one of the leading causes of preventable mental retardation and brain damage طيب لو نقص بيؤدي إلى guiter وguyiter يعني تضخم الغدة الدراقية وكمان ممكن يؤدي إلى kratinism لو حصل منظر صغر وkratinism معناها mental retardation and other physical signs وعندنا other disorders كمان تمام السلايد دي مهم اللي قلناه بنلاقيه فين الآيودين هنا برضو فيه حتة كده مهمة أقولك عليه يلا amount of آيودين in the diet is variable وعادة it reflect the amount present in the soil اللي تزرع فيها الأكل اللي احنا بناكله يبقى تاني الآيودين بيجي منين من السويل اللي الزرع تزرع فيها وبالتالي الكمية الموجودة في الأكل اللي بناكله بتعكس الكمية اللي كانت موجودة في الأرض تمام أوكي أو برضو الموجودة في الأرض اللي الحيوانات بتأكل فيها طيب الحتة جاية دي مهمة آيودين موجود بكثرة في المحيطات وبالتالي يعني من المصادر الجيدة للآيودين هو السيفود دي برضو معلومة تانية آه بص الجاية دي بقى حلوة بيقول لي إيه السي سالت ميت باي دراين أوشان إز نات سالت تشوز ليه لأنه سي سالت بيضيع منه في دراين بتاعته معظم الآيودين يبقى during drying process آيودين is lost من السي سالت يبقى ممكن يؤدي ل غايتر وما لنختار مالح اللي هو عمل إزاي ايودايز صوديوم كلورايد is the salt to choose يبقى هل ال salt from ocean is a dependable source of آيودين غلط دي قملة خطيقة ليه لأنه السنق process of drying أو dryness بتضيع معظم الآيودين اللي فيه وما لنختار أنهي salt أو أنهي salt هو يعتبر مصدر كويس للآيودين هو هو آيودايز صوديوم كلابايد صو أو كي تمام ميش وإيه كمان بنلاقيه في الفود product إذا كانت الآيودين متضفة للآيودين أو الفود صو لكن أهم أهم way أو أهم source هو الآيودايز salt وده مهم أو to prevent goiter واتفقنا فوق لقينا أنه السيفود نفسه بيعتبر dependable source of آيودين طيب الوظايف الآيودين زي ما أنتم شايفين معظم الوظايف في القسم لأنه بيدخل كجزء جوه السيريد هرمونز والسيريد هرمونز زي ما أنتم عارفين بتزبط كل الفنكشن of the body تقريبا فنقرع مع بعض سريعا مهمة reproduction increased brain cell proliferation حولي carotene to vitamin A senses of protein and absorption of carbohydrates senses of T3 and T4 السيريد هرمونز مهمة كمان regulate grass and developmental hormones stimulate metabolic rate بي كم في المياه زيادة يعني بتزودي metabolic rate by 30% وبتعمل على normal development of brain اوكي ايام iodine deficiency is the single most important cause of preventable mental retardation عدناها فوق وبنعدها دلوقتي يبقى اهم السبب لل preventable mental retardation مين هو الايودين يعني ايه preventable mental retardation يعني لو انا حلت مشكلة iodine deficiency دي حقي الطفل من mental retardation اوكي يبقى اهم سبب هو الايودين deficiency اوكي يعني الاعداد دي بقى مش مشكلة ماشي بعدين ايودين deficiency تاني تاني is the single most common cause of preventable mental retardation للمرة ربعة بنعدها اهم سبب ايه لل preventable mental retardation هو الايودين deficiency اوكي نروح بعد كده او هنا هو normal requirement of iodine for human being at the اف اليوم نحفظ هذا please مير خمسين micron gram مش milligram micron gram بال micron most important consequences of iodine deficiency iodine deficiency disorder يعني لو نقص بيحصل لإيه ممكن goiter هو تدخم ردة الدباقية mental retardation hypo syroidism طبعا cretinism اللي هو مع mental retardation ومع other physical signs ومع non pitting idiom حاجات كتيرة وإيه كمان increased morbidity and mortality of infants and neurons آخر جملة دي تخلوا بالكم منها ساعتني لقيها في MCQ وبتبقى دي مرتبطة بنقص iodine iodine deficiency بيؤدي لزيادة الأمراض والوفيات عند الأطفال وحديث الولاد مهم ما السلايد دي what of the risk factor يعني إلي يخلينا إلي يخلينا يجي لنا iodine deficiency لو أنا باخد low dietary iodine لو حد pregnant لأنه ستة pregnant يعني بيكون عندها increased need selenium deficiency كمان exposure to radiation زيادة الانتاك و plasma levels of gytrogens زي يمين كالسيوم سريعا نقص الآيودين في الأكل نقص السلينيوم زيادة الكالسيوم pregnancy and exposure to radiation كل دي risk factors نزوء نكمل tobacco smoking gender الوال sex higher occurrence in women يبقى الـ iodine deficiency بيحصل أكتر عند مين ها الجل ولا ستات women الكل طبعا الكل ده debatable الالكل debatable يعني إيه debatable يعني لقوا أنه في reduce the prevalence of iodine deficiency في الكل users هل ده معناه أن أنا أشرب ألكل عشر ما يجنيش لا طبعا ولكن في association كده أي كمان oral contraceptives الستات اللي بتاخد oral contraceptives بالدباسات يعني لأ أنه في علاقة بين intake of oral contraceptives and reduce prevalence of iodine deficiency فنعرف المعلوم من دول كأنهم العكس يعني الالكهول وال oral contraceptives طيب perclorates دي بردو مواد أو أدوية cyanides and age okay ماشي 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 أنا أصلا مشايفة السلائد بس okay other causes of guiter iodine deficiency can result in many cases also from ماشي cabbage أكل الكبج and turnips لأن دول في anti cyroids substances فده كمان بيؤدي إلى نقص الآيودين وحدوث guiter guiter يعني تضخم في الغدة الدراقية محاولة منها إنها تمسك أي نقطة آيودين علشان تعمل السيريد هوم ومس تعيقا يعني ده نوع بيكون تعويدي okay تمام سوائني بس أودع التليفون ده يعني نوع zou سا سوائني صوف سا سوائي أو سا سiku خلق ذهب سا 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 أس أس يا أولاد? مع حضرتك. تمام. شاشة زهرة? طيب يام. معلشة بعد إيه مع حضرتك يا دكتور? ايوة. دكتور احنا تنصحينا نركز على الحاجات اللي بعد الميت تيرم ولا القابل الميت تيرم? انا بصراحة انا معرفش انتم خدتوا ايه قابل وايه بعد. اوكي? بس آآ بنصحكم انه لأ تركزوا على كله. الامتحان بيبقى متنوع. وانتو قلوبادي تشيل منكم موضوعين ولا تلاتة. فبتيجي اسئلة يعني في كل حتة. تمتحانكم هيبقى كم سؤال بكرة ان شاء الله? اه. يوم الاربع قصدي. اربعين سؤال. تمام. بقى لا هيبقى يعني من كل. اوكي? اه كله هيجي. كله هيجي. بس نبكز على الله انا بنقوله ده الحاجات المهمة. نبقى فاهمين كده الدنيا فيها ايه. واي سلايد مهمة معناها ان كل اللي فيها مهمة. اوكي? تمام. فالسلايد دي اللي هي خطاز غنتوت قاوي دي اولاد. فيها مواد اهي. بصوا مواد ممكن تؤدي لحدوث جويتر. فكلمة جويتر دي معناها التضخم قلنا في الغدة الدرقية. لما يبقى فيه نقص في الايودين. تمام? اهو. فيبقى وجود اكل الكابج والترنبس. فيها انتي سيرويت سابسنس. فممكن تؤدي لجويتر. ايه كمان؟ جويتر اهي. ممكن تحدث من مشاكل اصلا في الميتابوليزم. امراض جينية او اتروفي اوف سيرويت. يحصل جويتر. برضو نوع من التعويض. بيحصل تضخم لبقية الخلايا الموجودة. ايه كمان؟ امينو سالسيليك اسد. سالفونايليورية. ليسيوم. and even ايودين انلارج دوز. مي بلوك سنسيز. ايودين انلارج دوز. ممكن تؤدي لنتيجة عكسية. وتؤدي لجويتر برضو. اوكي. تمام. اه. وساعتها بنلاقي ايه في التحليل تي اس اتش عالي. اللي هو سيرويت ستيمولاتنج هورمون. بنلاقي عالي. وده علشان نمنع الهايبو سيرويد ايز. اوكي. تمام. ايه التاني في الحتة دي. اوكي. يلا. افكت اف ايودين ديفيشنسي. افكت اف ايودين ديفيشنسي. بصوا بقى. اتفقنا لو انا عندي ديكوز دي ايودين لفل. ان بلد هيؤدي الانلارجمنت اف سيرويد. ويؤدي لجويتر زي ما اتفقنا. اوكي. اوكي. ممكن تيجي عند مين ومن غير ما يكون فيه مشاكل صحية. لانها سيمبل جويتر. ها. عند البيوبرتي. وقت البيغنانسي. وعند المينوبولز. ثلاث مراحل في العمر هم. ممكن ايه الشخص او الست يعني سيريس افكت ان ديفيشنسي منزل الولادة. يعمل كريتينيزم ومنتل تجربتي لفل. سيفير سيرويد اندر سيكريشن دي مرحل. تفقنا نو هتؤدي الى ايه؟. يبقى الكريتينيزم بيانتوك لما السيرويد ما تشتغلش من إمتى منه البابي لسه في الرحم يعني during pregnancy طيب Much of mental retardation اللي مع الكريتينيزم آه ماشي ماشي ولا حاجة ميلد and moderate iodine deficiency هتؤدي السيرويد enlargement هايبوسيرويدزم الحتة دي مهمة في إبوس بيقول لي إيه لو أنا عندي mild or moderate iodine deficiency مش هيحصل كريتينيز ومش هيحصل هايبوسيرويدزم ومال الهايبوسيرويدزم كفنكشن بيحصل مع إيه severe iodine deficiency أوكي وهلقي معها إيه في التحليل بلد كوليستيفول بيعلى لبقى لما يبقى عندي severe iodine deficiency الكوليستيفول هيبقى عالي واللواطف الدم هيبقى عالي ها هو blood cholesterol raises ليه عشان breakdown of cholesterol هو مسؤولية آه السيرويد الموت لما يبقى عندي iodine deficiency آه وhypo سيرويدزم يعني ما فيش T-34 بلقي الكوليستيفول عالي مش واطي ياب ماشي الآيودين آه الآيودين ده بنسميه essential trace element يعني ايه كلام ده essential معناها جسمي ما بيعملوش لازم أخدو من بره وtrace معناها بناخدو بكمية ضئيلة جدا ف زي ما قلنا microns أوكي طيب in the body أنا عندي قدق في جسمي من 20 تخيلوا الجسم كل ده الآيودين اللي جواه من 20 ل30 ميلي جرام 80% منهم of the iodine موجود في السيرويد جلاند علشان تكوين السيرويد هرمون يبقى معظم الآيودين في الجسم موجود فين في السيرويد جلاند وقدق كله من 20 ل30 ميلي جرام الباقي موجود فين في الـ other tissues أوكي طيب بيمشي حبة منه free وحبة protein bound iodine وبينزل في الـ urine مش 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 مشكلة دي بس طيب السلايد بتاعت congenital hypothyroidism اللي هو البيبي بينزل عنده اكفتن versus juvenile hypothyroidism الفروء اللي بينهم نبص عليها سريع طيب congenital hypothyroidism يعتبر الحقيقة مش نادر أو يعني ولادة في كل 6000 ولادة أو baby في كل 6000 left births وبتنتج من abnormal descent of the gland أو dyshormogenesis أو hypoplasia المهم إن أنا عندي hypothyroidism سفير منذ الحمل والولادة بيبي بينزل وبيبقى عنده congenital hypothyroidism there is very little transplacental transfer of T4 من الأم للفيتس معلومة مهمة هل T4 بيتنقل من الأم للجنين very little فلما نقول إن أنا عندي T4 بيتنقل من الأم للجنين طول الوقت وهو ده بيخلي الجنين ما يجلوش hypothyroidism لا طبعا لأ لأننا عندي very little وليل أوية congenital hypothyroidism هينتق عنها زي ما قلنا keratinism اللي هو ما فيش development لسي أن اس ولكن في الجوفينايل hypothyroidism جوفينايل يعني في في الطفولة بقى مش مبكبا أوي هيحصل no improvement of intellect كلام ده معني إيه هل في mental retardation في جوفينايل hypothyroidism لأ وما للجوفينايل hypothyroidism فيها إيه فيها skeletal mal development أو under development the main features are related to skeletal development and growth وليس mental retardation وما لل mental retardation في مين بيحصل في ال congenital hypothyroidism أوكي تمام يعني iodine deficiencies disorders ماشي أوكي موجودة في الأكل وما لدينا الكابيج وما لدينا الترنبس وما لدينا المواد الغيط وما لدينا فوق بيثيام وغير 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 وما لدينا فوق سيو 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 سيوناتس قلنا فوق تمام كل دا قلنا . . المترجم للغاية ولكنه تضخم non-inflammatory non-toxic لأنها simple goiter واتفقنا بنلاقيها عند pregnancy والpuberty والmenopause طيب enlargement due to lack of iodine for synthesis of thyroid hormones ماشي grade بقى بتاعة goiter grade zero يعني مش محسوسة grade one محسوسة ولكن مش مرئية من بعيد grade two يعني من بعيد كده تشوف رقبة الانسان اللي قصدك ده تقول ده عنده جاي psycho mode defect studies alien deficient areas ماشي نفوح على كراتينيزم ده منظر الكراتين يا أولاد بيبقى عنده كده hyper glosia اللي سام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده بيكون متضخم شوية بيقبقه مفتوح بمدلد منه ودي الكراتينيزم أهو mental retardation deaf mutism squint spastic dysplasia يعني كل دي ممكن تبقى عنده كلها أو حاجات منها موجودة طيب iodine toxicity toxicity لو حد يخد iodine بزيادة يعني toxic level هيؤدي برضو للسيروائي جلند ما احنا اتفقنا الزيادة عن اللزوم برضو هتؤدي لسيروائي جلند لتضخم السيروائي جلند which can be so severe to block airways وتعمل اختناق toxic level at the A نعرفه please for 2000 microgram toxic level for an adult is over 2000 microgram some of excess iodine بيجي من الفست food in which iodized salt is liberally used بحطو iodized salt كتير جدا 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 او من ملك from cows exposed to iodine medications لو عادو زي بدو عام وعدوية وكذا للأبكار فعلاو الملك يجاي من من كوز واخد iodine medication تمام يب؟ طوكسكه لفل 2000 microgram دي طوكسكه لفل iodine deficiency problems قولنا قبل كذا عشان تعرفوا بس الأسابيع بتاع النمو بتاعها برين ديفلوبمنت ما بين ثلاث لخمس شهور وبعد كده من السبت ريمستر لغاية آخر سنة آخر تاني سنة من العوم maternal T4 essential في أول 24 أسبوع حمل fetal T4 بيبتدي عند 24 أسبوع حمل يبتدي يتفرز 30% of COVID blood is of maternal origin دي مش مشكلة كأنه هنا بنقول fetal T4 بيبتدي عندها 20 أسبوع حمل yes ميشي RDA اتفقنا بناخد في اليوم adult male adult female 150 microgram per day وقت الحمل النيد بيزيد زي ما انت شايفين نعرفها وقت اللاكتيشن بيزيد كمان حبا 20 microgram per day في الحمل وتزيد لـ 90 دا النيد دا requirement RDA recommended daily allowance okay طيب دي okay قلنا الكلام دا مش ايو دي مش دراسات دراسات okay why is iodine why is iodine so beneficial okay without the pH type okay سيباك من without the pH نعرف ان المعلوم iodine is an alkalinizing agent alkalinizing agent يعني يزود ال-pH يخليه داخل على قلوي necessary for production of syruid hormones زي ما قلنا of all hormones of the body كمان formation of normal architecture of glandular tissue هذه تحتها تاني anti-anti-anti مميزات therapeutic actions of iodine anti-cancer anti-parasitic bacterial alkalinizing agent الكلمة اللي أنا قلتها يعني بيزود ال-pH why are people deficient in iodine قلناها okay الناس اللي عندها hypertension فبتخدش سلط خالص radioactive iodine used in medicine chemical exposure للgoitrogens قلنا الكلام ده فوق yes modern diet should be in a diet of today يعطبع الواء junk food وغيرو أولايل في الآيوتين لأنو many do not eat much ocean fish أو sea vegetables inadequate use of iodine salt الناس الواغن and vegetarian dried اللي بياخدوا bromine in food and drink والbromine بيستخدمو برضو كملح فالbromine ده مش iodine والباكري products اللي بيستخدمو الbromine فيها بديل للiodine فادي كده بيخلي diet is deficient in iodine what happened to bakery products in recent history دروا موضوع الbromine بقى اوكي اوكي بد إن بقى يقولو اي عايزين يعني يرجعو تاني بلاش الbromine potassium bromine in bread ويرجعو لي الiodine bromine competes with iodine اهو فابلاش الbromine معلومة bromine competes with iodine يعني يؤدي الى iodine deficiency تمام ايودine and estrogen لو عندي low iodine intake يؤدي الى hyper estrogenic state و hypothyroidism is associated with up to cancer free estrogen level hypothyroidism يؤدي الى estrogen state في الگز بعمل hyper estrogen اوكي اوكي الكلم در ايودine deficiency او يؤدي risk factor لل breast يؤدي malignant change in breast dysplasia يعني risk factor لل breast cancer make make existing cancer more aggressive بيزويد size of breast tumors binaji supplements for health education خلاص خلاص ولا حاجة الحمدلله it's a hard lecture يعني تمام حت عندو اسئلة هنا تمام ناخد اتيني breast feeding heart sorry heart DR d ما بتفتحش مين الآion طي نفتح الآion ونشوف آيون بتفتح F-50 slide iron deficiency تمام طه متأكدا الأيودine بكل اللي إلا أنا شفتوا الأبار سبعين سلايدز دول أتشرحوا كل دول ميش يال ميش What's anemia anemia معناها RBCs volume أو hemoglobin concentration أقل من الرفرنس level للأجنس sex of individual تمام الانمias يا إما الاربسيس production مش كويسة يا إما الديستركشن زيدة ببساطة طيب عالمياً 30% من الpopulation عندهم iron deficiency anemia نعرف دي 30% globally من سكر العالم عندهم iron deficiency anemia most cases أي أمراض في الدنيا هيقول لك موجودة في الdeveloping countries أوكي وبسبب وجود إيه بالذات الـ iron deficiency يعني بسبب إيه parasitic infection أني ودي دين زي مين hookworm whipworms وراؤندور كأسيمة الأنمية يا ميكرو سيتك هايبو كوميك أنميا يا ميكرو سيتك أنميا مايش يا نورم سيتك نورم كومي نشوفكم لوحدة كده سريعاً ميكرو سيتك هايبو كوميك بامتياز هي iron deficiency أنمي يا إما عندي برضو ineffective erythropoies في بعض الأمراض like salassemia hemoglobinopathy كل الحاجات تحتها دي تعمل ineffective erythropoies وتؤدي إلى المايكرو سيتك ريبو كأنميا ولكن أكثر نوع موجود هو iron deficiency أنميا اللي هو بسبب malnutrition أو post hemorrhagic حد يكون كالنزف كثير بقاله فترة طويلة وبعد كده بيدخل في iron deficiency وبيكون شكل الارباسيز في التحليل مايكرو سيتك هايبو كومي كيبال iron deficiency بتعمل إيه مايكرو سيتك هايبو كومي قليم ماكرو سيتك يعني الارباسيز كبيرة ميكالو بلاستي إيثرو بويس برضو بسبب نيوتفيشنل نقص الفوليك أسد وبي 12 ديفيشنسي أو توكسيك زي وقود بعض الأدوية ميسوتريك ويزي زيدوردين حاجات دي كلها بتبقى أدوية للغريمة للكانسر CONCENTAIL DISORDERS OF DNA أو مالبزوبشن حاجات دي كلها تؤدي الميجال وبلستي مهم اللي هو أول اتنين نيوتفيشنل والتوكسيك بسبب بقانه دراجز والنيوتفيشنل بسبب نقص مين ومين فوليك أسد ديفيشنسي اللي هو فوليك ديفيشنسي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي نورموسيتيك نورموكوميك هنا بقى يعني بيتم إنتاج حبة قليلين قوي ولكنهم شكلهم طبيعي نورموسيتيك نورموكوميك أربيسيز يعني فده بيحصل في إيه أبلاستيك ما فيش إنتاج أصلا بيوفيتسل أبليزيا فيسيولوجيك أنيميا of infancy بعض الإنفكشنز وهكذا ليوكيميا طبعا وتيومرز وهيموليتك أنيميا يعني بتتكسر الأبسي بتتكسر أوكي اتلاج كلاسفكيشن اللي هو بيوتو أسباب إيه يعني فيقولك بسبب البلد لص بيحصل أنيميا بسبب نقص الأيرن بيحصل أنيميا نوتريشنال ديفيشنسي أو أبليستيك أنيميا أو بون مارو أو 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 كل دي كلاسفكيشنز مختلفة نروح على طول على الجنرال فيتشير of أيرن ديفيشنسي أنيميا نعرف أنه نيوبورن عنده في جسمه نص جرام أيرن الكبير عنده كام خمسة جرام سهل أحفظ الرقمين أضرب في عشرة نيوبورن نص والكبير خمسة جرام الأبتيمال نيوتريشن بنحتاج دايت كونتينج من تمانية العشرة ميلي جرام أيرن في اليوم تمانية العشرة ميلي جرام أيرن في اليوم أوكي ترغير علشان أنا هقدر أعمل أبزوبشن لكم في المية من اللي أنا كالته دا العشرة في المية يعني هعمل أبزوبشن لقد 1 ميلي جرام كان ييماجن يبقى تاني أنا باخد 10 ميلي جرام علشان الجسم بيمتص 10 مية من اللي أنا باخد 1 ميلي جرام 1 ميلي جرام of iron must be absorbed daily فين بيحصل الابزوبشن of iron يولاد proximal small intestine معلومة برضو مهمة بتصاص الحديد بيتم فين في small intestine كم في المية من اللي بنكله حديد 10% تقريبا من اللي إحنا بناخده في الأكل فعشان كده لو نعيز أمتص 1 ميلي جرام يبقى ناخد في أكلي حوالي 10 ميلي جرام حديد حديد موجود فين في الأكل هذه قدامنا نعرف وانتو تعرفوا أكيد نيو هارت شمس أوت بران كيجو سيريال لجوم green vegetables and fruits ونعرف أنو مكند تجدي في أمس كيو كوز مل يعتبر كوز مل يعتبر poor source of iron حالس يب أزا فلو اف كوز مل أتو فلس يب الكوز مل تعتبر poor source of iron وانتو رقع من دالي تفقنا محتاجة ما قلناها فوق بق من point into one milligram of iron must be absorbed every day تمام ده تحت سن 15 سنة من غير enough iron the body هيستخدم كل مخزون الحديد اللي في الجسم واللي في bone marrow واللي في other organs ومخزون الحديد في الجسم اسمه ايه ferritine هنقولها بعد شوية absorption في في proximal part small intestine اللي اسمها ايه اسمها diodenum تمام absorption of dietary iron قلنا قد ايه كم في المية من اللي باكله 10% من اللي باكله سوري انا اسمها التransferين protein هو اللي بيشي الحديد ويمشي بي في circulation يبقى التransport 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 اسمه ايه في دم transferين اوكي تمام وي الصورز على هاي ايه ferritine اوكي يبقى الferritine هو intra cellular iron storage protein the iron will bind to ferritine and is stored in cells ferritine that is not combined with iron بنسمي ايه ال apopheritine يبقى apopheritine كان دي الاماكن الفضية لما تتميلي ايرن تبقى اسمها ferritine هو هذا storage روم في الخلايا واللي ماشي في الدم بيبقى ماسك في التransferين تمام بنعيد المعلومة هو نص جرام في الاطفال في النيوبورن في الادل بيبقى خمسة جرام هو كمية الحديد في الجسم اوكي يس هنشوف الحتة دي اه اللي هو احنا عندنا في مصر ايه اوكي اوكي ماشي خلينا في ايجيبشن دايت has few iron rich foods that enhance iron absorption and often considerable amount yes احنا احنا عندنا في اكلنا يعني حاجات كثيرة بتتقلل iron absorption زي ايش بالشاي على body body stops of iron الكلام دا معناه ايه لو انا عندي body stops كويسة من iron وباكل حتى اكلي وفي حديد كويس قوي امتصاصي للحديد هيقل لاني انا مزباط الدنيا ومش محتاجة قوي لو انا عندي نقص في body stops هنلاقي الامتصاص بيبقى عالي جدا بيبقى عالي rate of eryth for poresis بتأثر برضو على absorption with iron needs of the body الabsorption بيزيد في وجود المواد الحلوة اللي بتزود الامتصاص الحديد vitamin c food juices lactose amino acids cysteine lysine histidine gastric HCL اذن هو بيمتصص فيه مجال حاميدي pH الأولين بيزود المتصاص الحديد تكنت بقول لكم bread في phytates بيقل المتصاص الحديد tonic acid في الشاي phytates في العيش وcalcium salts وphosphates ok تمام yes time yes yes الحديد استخدامه a production of hemoglobin وده اللي بيشير الأكسجين ويمشي بيه في الدم يودي للجسم كله وفي المايو globin اللي هو help your cells muscle cells store oxygen يبقى موجود في المايو globin وده في muscles وفي الهيم globin وده في الدم كلام ده قلنا فوق العلوي Energie عمل تق نوع الجسم تمام اوكي التيولوجي of نقص الحديد parasitic infestation زي ما اتفقنا والورم دي الهوك وورم شوفوا كل يوم بتضيعلي قد ايه سك يعني يا بتمتصر بتتغزى على شوية دم كده من 0.03 0.2 ميلي فطبعا parasitic infestation تؤدي لنقص امتصاص الحديد او نقص الحديد في الجسم ودعي تبقى insufficiency والمال absorption yes risk factors for iron deficiency anemia elderly people teenager female طبعا عشان الفيميل بتضيع في menstruation كل شهر with dietary low iron low vitamin c excess fight HD وكافي with poverty طبعا alcohol مش فالسلايدي risk factors مهم yes او زيادة الديماند بيزيد الديماند عن نيوبورن بيزيد في الادوليسسنس بيزيد ان ومين during reproductive age ماشي clinical features خلاص نقص الحديد يؤدي الى ايه نعرف السلايدي دي بيز توقعوا سيرم في فيتين ونلاقي ايه اولايل iron deficiency واخدنا ال stores في فيتين اولايل ترانسفيرين هلاقي عالي لانه فاضي ترانسفيرين عالي level increase لانه هو ده مفوض الحديد يركب عليه ويلف فيش حديد بيزيد الترانسفيرين قوي شان يلاقي اي نقطة حديد يمسك فيها ويلف بها في الدق سيرم iron نفس ويقل iron binding capacity ها تزيد ترانسفيرين receptors ها تزيد طبعا الفريطين هيقل والترانسفيرين هيزيد iron binding capacity ها تزيد كل شكل التحليل الدم يبقى قليل مين كورباسكول ووليوم قليل مين هيموغلوب مين كورباسكول وهموغلوب قليل كلهم قليل ميكوسيتوز سايبوكوميا كله قليل مش بريتل بريتل نيلز وكراكس على شايفين البقع جمبو يبقى بريتل نيلز وكراكس على جانبا الفم ميكوسيتوز نلاحظها في الناس اللي عندهم iron deficiency عايزين ياكلوا تلج ياكلوا كذورات ياكلوا paint أو starsh أو paint اللي هو يعني أي حاجة ال paint صبغات دا اسمو Pika Pika بنلاحظها مع iron deficiency انت تمام قولنا الكلام دا كي prevention iron fortified formula ميش هنعمل يعني ندي supplement نعمل dietary modification infection control طبعا و fortification لبعض المأكلة fortification ازاي يعني addition of one or more nutrients to any food شنزا with the quality of زرداء supplements بقى الأول هندي oral administration of simple fervous salt ملاح الحديد موجود و satisfactory therapy وما فيش منه مشاكل بندي sulfate أو iron sulfate أو iron glucone مشكلته بيعمل constipation طيب إذا مش نافع الـ iron اما سوفي إذا مش مش نافع إذا لقيت إنو ما كانش مفيد وما كانش مؤسف أبقع التشخيص بتاعي ممكن كان يبقى سلاسيميا مثلا وانا فاكرا iron deficiency anemia the patient is not adherent to medication اي تاني عنده malabsorption عنده مثلا chronic disease ودي بتأثر على bone marrow response okay side effect of iron اللي بياخد اللي بياخد الـ oil يمكن يعمل زي ما اتفقنا nausea abdominal cramp black stool constipation and diarrhea type contraindication avoid taking any other multivitamin within two hours before or after taking the iron supplement avoid antibiotic intake avoid antacids قبل ساعتين before or after meal لعشان انا الحديد بيومتص اكتر مع المواد الحمضية والميديوم الحميدي يبقى avoid antibiotic avoid antacids avoid كل multivitamins البعض والnon steroidal anti inflammation نجي بقى الحؤال اللي هو parenteral parenteral ده اللي هو iron dextran وممكن ferric gluconate ferric gluconate yes iron dextran ده بيتاخد parenteral اهو infusion ده بيتاخد في المستشفى طبعا اللي بيعلق حديد بيوقي يقضي كده 30 ومبع ساعات في المستشفى عشان يبقى under observation لو حصل اي side effect طبعا ممكن blood transfusion في الحالات الساعة ماشي السلايد دي نعرف فيها ندف خلال يوم هني بتدي نعوض ال inf cellular iron يومين هي بتدي البون marrow response خلال ثلاث ايام يحصل كذا هيموغلوبين level هي بان في خلال شهر زي ما انتم شايفين ثلاث شهور عشان املأ مخازن الحديد تاني و infection control طبعا و follow up تمام دي برضو محاضرة جامد ناخد ايه تاني اختبوا انت اختبوا انت عشان مش يبقى عندنا وقت لكل حاجة تمام تمام فيتامين اوكي ناخد الويتامين ايه فيتامين دي فيتامين فيتام معناها حياة من حياة يعني فيتال و امين اللي هي مواد absorbed unchanged and they have catalytic functions but الويتامين اللي انا بخود دي اوكي they are absorbed unchanged و تعتبر مواد لا علاقة بال حيوية so vitamine everybody must eat small vitamins ميشي for growth and stay healthy ميشي بصو بقى عموما احنا في الأكل بتاعنا عندنا الماكرون nutrients اللي هي carbohydrate fat and protein و دي بتديني في الآخر glucose and other monosaccharides بتديني fatty acids بتديني glycerol peptide and amino acids و لازم نعرف أنه 1 gram carbohydrate و 1 gram protein بتاللي 4 kilocalorie per gram و الفت بتديني 9 kilocal بقى هم ميشي source of energy ميشي المال vitamins the vitamins they are not source of energy ولكن هم they are required in small quantities وما بتعملوش في الجسم لازم أخدهم بات بيتقسموا إلى water soluble vitamins or fat soluble vitamins water soluble vitamins cannot be stored in human tissues their excess is excreted with urine تمام يبقى water soluble vitamins أنا أخدهم بستفيد منهم وال excess بينزل in urine significant amount of fat soluble vitamins can be stored in liver and adipose tissue the real fat soluble vitamins okay once growth and development are completed vitamins remain essential nutrients for healthy maintenance okay ولا ولا حاجة am vitamins أنا أكل مع الأكل وممكن بعض vitamins commonly known gut flora بتطلع لvitamin K يبقى يبقى el-gut flora بتصنع vitamin K وبيوتين وعندي el-vitamin D بيتصنع في السكن بفضل el-ultra violet ray وبعد كده ayewa sorry precursors examples vitamin A بيطلع من beta carotene and niacine بيطلع من amino acid tryptofan فإحنا لما بناخد beta carotene القسم بيصنع vitamin A لما بناخد amino acid tryptofan القسم بيطلع niacine نتعرض لل-ultra violet rays الجسم ال-skin بيطلع vitamin D وي البacterial flora اللي في الامعاء بتعمل لنا vitamin K نعرى في الحتة D please yes water soluble versus fat soluble نعرى في الكمparison من فضلكم water and fat soluble يعني ال-water soluble اتفقنا ال-access بينزل في البول على طول فيبقى rarely toxic fat soluble ممكن تبقى toxic لما بناخد الجمعات غلط water soluble بتمشي free fat soluble vitamins تركب على carrier ويمشي في الجسم water soluble بتلف بأرضه free هنا incels with fat excretion in urine fat soluble stored with fat ويستمر ممكن في liver cells منهم الفat soluble vitamins في كل vitamin انتو هتراجعوا ايه لانشان الوقت هنراجع هو موجود فين في الاكل دعوانش فين او وايه الفانكشن بتاعته في الجسم ولو نقص هيعمل لي ايه فدي مهمة فاذا vitamin A موجود في liver و اجز و و و وظفته photoreceptor mechanism في راتنا طبعا integrity of epithelium و lysosome sterility glycopotene sensor لو نقص بيحصل night blindness زيادة morbidity and mortality in young children وكمان الايودين كان بيعمل كده increase morbidity and young children وسينا vitamin A مع night blindness لو حد اخذ بالزيادة قوي يحصل له toxicity headache and peeling of skin vitamin D بيسمو sunshine vitamin principal source هو ultraviolet irradiation of skin طبعا ده الميجر source كمان ممكن الكبد 45 milk eggs and butter وظيف لكالسيوم and phosphorus absorption source الكالسيوم وال phosphorus مسؤول عن الته and bones و makes them healthier and stronger okay yes we protect other infections يبقى برضو مهم لل immune system ده الفيتامين D واحدة تاني فيتامين D الفانكشنز بتاعتها فيتامين E موجود في ال vegetable oil leafy vegetables and legumes functions anti oxidants و anti aging فيتامين E anti aging ما تلاقوا كده كلمات بالأحمر اهتموا بيها okay antioxidant و anti aging فيتامين E طبعا يبقى مهم زي ما نشايفين ال E might help protect some people against Alzheimer disease play role in neurologic function and inhibition of platelet aggregation لل vitamin E لو ناس بيعمل neurologic damage and RBC hemolysis و خلاص vitamin K هو anti hemorrhagic vitamin vitamin K anti hemorrhagic vitamin مرغوط فين K1 لسا مش activated يعني مرغوط في بروكولي cabbage spinach lettuce turnip وال intestinal flora بعد مرحلة اليونية البيري طي مسؤولة A formation of post rombin and other coagulation factors فلو نقص هيعملي tendency for bleeding طبعا vitamin K B1 وال صيامين ده K وال D وال E وال K A وال E وال D وال K كنا احنا دخلنا في water water soluble vitamin B1 ده water soluble okay يعرفوا في please انه anti berry berry factor فمعنى كده لو نقص بيعملي berry berry disease وهو يعتبر anti neurotic factor ويسموه an urine site okay موجود فين tuna liver meats legumes ممكن secondary deficiency تحدث كلمة secondary يعني due to other disease like or other condition pregnancy lactation fever diarrhea hyper cyrodiase ممكن يحصل معاها نقص في B1 B1 يعني cyamine يعني berry berry cardiac failure و constipation B2 ريبوفلافين لو نقص يعملي angular stomatitis ونعرف هو موجود فين موجود في milk meat liver cheese and eggs secondary deficiency بتحصل مع chronic alcoholism liver disease disease وده يبا B3 يبقى نعرف بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها عشان الوقت elvitamins please source function effective deficiency B12 لها اسم التاني اللي هو copulamine والB12 يعني مشهور بانه النقص بتاعه بيعمل pernicious anemia اللي هي megaloblastic او pernicious anemia مكتوب هي معاكو و demyelination و irreversible nerve cell death ادي اهم حتة في B12 vitamin c طبعا سهلة تعرفوا موجود فين ونقص ويعمل A وخلاص تمام اكي طيب اكي معانا خافا سوفي ربع ساعة كمان اختاروا بقى هم لا خلاص هو دلوقتي بس وستيل هاف ربع ساعة هنبص سريعا على breast feeding وعلى nutrition in elderly اختاروا ويعمل بساعة حاجات ما تلاقوش دي ما بتفتحش بس فيديو ما بتفتح نفتح nutrition in elderly نوز نفتح 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 اي ماشي ماشي نفتح يبتدي من النيدس كده for elderly dietary reference intake provided recommendation over 60 سنة by 2 age group الناس اللي هي من 60 لأقل من 75 وبعدين فوق 75 بقينها بنسمي من 60 ل75 دي اللي هو الyounger younger old بعد كده old old نحتاج في رجالة في اليوم 2355 كيلو كالوري ده النيد تمام وفي الستات دايما نأقل شوي 1900 فوق كده النيد بتقل فننزل 2100 والستات كمان أقل 1810 نعرف المعلومتين دول ونروح بعد كده على طول المعلومة بس هنا إنه كالوريز النيدس بتقل مع العوم بتقل 5% يعني كل ما في حالة عاشها في سنين الكلوريك بتقل بخمسة في المية وده بسبب طبعا physical inactivity ونقص نقص الميتابوليك نقص كل حاجة في functions of the body محتاجين هنا بقى الزنك لو الزنك هنا is zinc deficiency مرتبط ب delayed wound healing أوكي نعرف مالودي وزيادة dermatitis risk of dermatitis طيب بنلاقيه منلاقيه في البيف ready to eat cereal for milk and poultry يعني اللي هياخد ديلي كده ديلي portion من اللي هو بروتين حيواني أبيض هيبقى غطى الكلام ده كله من غير مشاكل يعني اللي هو مثلا الوبرع فرخة أو سدر فرخة مثلو طبعا الwhite meat أحسن من red meat يعني poultry أحسن من red meat water مهمة محتاجين قد ايه order adult need 6 to 8 cups of water ديلي تمام كافيين ممكن يزود الواتر لو هدخل الحمام وزيادة الواتر السورست أوكي يس فيتومين A نشخف يعني حقا يعني prevent food bone illness ok خلينا هنا فجب أيها nutrition needs change ok ده بس يدخلنا في معلومة إن إحنا مش هنجي عملا على بطال حاجات للناس الألدرلي لأنه بسهولة ممكن يدخلوا في تاكسيسيتي لأنه حتى ما بتبقاش زي زمان فبسهولة كل الألدرلي ممكن أي دوا يعمل لهم تاكسيكلا إذن الإعون supplement is only limited للناس الألدرلي عن إعون ديشيسي طيب اليوال الديلي recommendations بتقلل لتمانية ميلي جرام بدل عشرة بي 12 is common deficiency due to decrease the gastric acid vitamin B6 requirement is increased okay anti-Parkinson drugs okay will yes لو ناس بتأخد anti-Parkinson drug ممكن ديو أدي or vitamin or vitamin or vitamin deficiency vitamin E increase immune function and play important role in health of older adult but vitamin vitamin E مهم برضى عشرة immunity nutrition needs change calcium and vitamin D insufficiency ممكن تؤدي لزيادة visco osteoporosis يبقى لازم نخلي بناء ونديهم calcium and vitamin D okay 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 uh chidnis ما بتبقاش بوضو بتشتغل مزبوط بيحصل calcium loss the crisis incapacit ماشي calcium requirement هتزيد بحيث بعد سن 50 في الستات هتكون أكتر من جرام زي ما انت شايفين 1,200 ميلي جرام okay ده بدايتها من سن 50 في الستات اللي هو بنديهم سن 70 في رجال يبقى الستات زي نيد هير كالسيوم أكتر من رجالة لشان موضوع الأستو كوروزيس okay تمام okay oh yeah nutrients most likely to be deficient in elderly أكتر حاجة بالإهد deficient عند النس الكبيرة اللاقي البوتاسيوم ده يمكن يعمل cardiac arrhythmia والأنيمياز بسبب الفولات deficiency والB12 sorry folic acid deficiency والB12 vitamin B12 deficiency iron deficiency vitamin D deficiency مميشي والزنك والسامين كالسيوم حاجة كلها من اللي أنا أصلاع عندنا سي كبيرة وأهمهم زي ما تشارفين الفوليك acid B12 potassium full مميشي yes بالنسبة لnutritional assessment في النس الكبيرة بيكون عندنا standardized formulas باستخدام إيه عشان ساعد بيبقوا مهم crippled أو handicapped مش قادريني أمو يقفوا بسهولة بنستخدم knee height measurement يعني من الكعب للتップ of patella وهم قاعدين للني بنستخدم standardized formulas using knee height measurement وكي وwait for the height standard measurements بار بس كال طبعي بعت ال breast feeding مهم زهر باستخدام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر